الله الرحمن الرحيم. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وبصحة. اه في الفيديو ده انا هتكلم في حاجة مهمة قوي. وهي ان في ناس كتير بتسألني احنا مش لقين التجربة. هي فين تجربتك? هي مش عارفة. يا جماعة انا تجربتي ان انا كان عندي مشاكل صحية كتير سكر وضغط. وحساسية صدر. ولتهف المعدة ولتهف المفاصل ومتدغداء ومتدهولة ومتنيلة على عين اللي خلفوني وعندي 57 سنة. التزمت بالصيام المتقطع وده عامل له اكتر من فيديو على القناة. اتعبوا نفسكم شوية معلش ودوسوا على قائمة التشغيل هتلاقيقوا كل الفيديوهات وكل الشرح. واللي في حاجة مش عارف هيوصلها يكتب لي في التعليقات هرد عليه. ست شهور صعب جدا سجد جدا. العلاق صعب جدا جدا. ليه? لان احنا فجأة بنحرم نفسنا من كل الاكل اللي احنا متعودين عليه وبنأكل حاجات ما ترفعش الانسلين. وده انا برضو شرحة في البيديوهات. في قائمة التشغيل. يريد نخش على قائمة التشغيل هتلاقوا الشرح. الاكلة ايه? وايه الممنوع? وايه اللي مسموح? وايه اللي بيرفع الانسلين? ايه ما بيرفعهوش? وعلى فكرة الانسلين ده بس مش للي عنده سكر. الانسلين ده اساسي في كل الامراض. لو عالي الامراض بتحصل بيحصل مقاومة الانسلين ويحصل مشاكل صحي كتير اوي اوي اوي. وعلاج مقاومة الانسلين هو الجوع. الجوع. ان احنا نجوع عشان جسمنا يتخلص بالسموم. نوصل لمرحلة الاجتماعي الزاتي. وما نرفعش الانسلين. هنشفى وهنبقى زي الفل. وكاينينا بنتولد من اول و جديد. عايزين ايه اكتر من كده. اللي بيش عاجبه بقى الحكاية ومستصعبها اوي. خلاص هو حر. يكمل حياته بالطريقة اللي تعجبه. لكن هي دي تجربتي. هي دي تجربتي هو ده اللي انا عملته. ان انا عيشت ست شهور في حالة صعبة جدا. ما كنتش بها كل عيش ولا رز ولا اي الحاجات دي كلها اللي انا اقيل عليها. واشوفكم على خير يا رب بصحة وعافية في فيديو جديد. وياريت تفشوا على قائمة التشغيل هتلاقوا فيها كل حاجة.